فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبرك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن واله حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق الأختم عبدالله من الشارقة سألت تقول بأن عندها بنت وحدة خلصت الجامعة والثانية ما زالت تدرس تقول هل يمكن أن يعطيها أخوها من الزكاة الجواب نعم يا أخت الفاضلة يجوز للأخي أن يعطي أخته من الزكاة في حالتين الحال الأولى أن تكون الأخت هذه فقيرة أو مسكينة أو غارمة يعني عليها قروض عليها ديون عليها رسوم والأمر الثاني أن لا يكون هذا الأخ قد التزم الإنفاق عليها لا يكون هذا الأخ قد التزم الإنفاق عليها فما دام أن الوالد موجود وعايش هو الذي ينفق عليها والبنت حصل عندها حاجة شديدة في قضية إكمال الدراسة وما عندها قدرة والوالد ما عندها قدرة على أن يعطيها الرسوم هذه يجوز للأخ أن يعطيها من الزكاة أم عبد الله بارك الله فيها تقول يعني أحيانا الحمد لله حريصين في رمضان على صلاة التراويح وقراءة القرآن والقيام وغير ذلك تقول أحيانا تصير لنا حاجة نخرج إلى السوق هل هذا يبطل العمل أو ينقص العمل لا يختلف فاضلا ما لا علاقة لازم يم عبد الله الله يرضى عليك أن فرزق بين مسائل الدنيا والدين هذه مسائل دينية شرعية عبادات ويعني طاعات وقربات وهذه أشياء تحتاجينها الذهاب إلى السوق ما لا علاقة بإبطال الأجر والثواب أو إنقاص الأجر أيضا لذلك يعني هذا فيما يتعلق بقضية الاعتكاف يمكن قصدتي هذا الاعتكاف في آخر رمضان هو الإنسان يلزم المسجد لطاعة الله عز وجل وإذا خرج لغير حاجة ولا ضرورة بطل اعتكافه هكذا ينص الفقهة فإذا خرج لغير حاجة أو ضرورة هكذا عبث فقط يتمشى في الأسواق والمولات هذا ما صار معتكف لكن إذا كان لحاجة يروح يجيب طعام يجيب فطوره وسحوره من المطعم ويجي مثلا ما في شيء يعني هذا ما يبطل الاعتكاف فمع ذلك اخت الفاضلة بالنسبة لحالتك أبدا ما لا علاقة في قضية نقصان الأجر رمسيف بارك الله فيها من الفجيرة طبعا ذكرت قصة لولد لها تقول فقير يتيم ويظهر الولد فاقد لعقله كما ذكرت تقول إخوانا رافضين ينفقون عليه تقول وصينا ناس من جيراننا مضى فترة وتعبوا من ذلك وقالوا بأنه يسكر شيء من هذا القبيل وهي تقول الآن محتارة ماذا تفعل أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك وأسأل الله تعالى أن يصلح لك النية والذرية وأسأل الله عز وجل أن يحفظ لك ابنك هذا اخت الفاضلة ابنك ذكرت أن عمره فوق الثلاثين يعني الثنين والثلاثين تقريبا وفاقد لعقله يعني عنده مشاكل صحية كثيرة جدا طبعا يعني عطفك وحنانك عليه هذا تؤجرين وهذا يعني عاطفة الأم وشيء طبيعي وحرصك عليه وعلى حماية توصيان تمنى أن يتعرض لأخطار وأمور هذه أيضا يعني نعمة من نعم الله عليك عز وجل نعم الله عز وجل عليك وتؤجرين على ذلك يبقى قضية أخت الفاضلة عندنا الآن هؤلاء الجيران اللي أنت عطيتهم الولد هؤلاء ليس فرضا عليهم أن يراعوه ولا أن يقوموا على تربيته أو حمايته أو صيانته ما لهم يعني ليس واجبا الواجب على إخوانه يجب على إخوانه تحت أي ظرف لا يجوز لهم أن يقولوا والله نحن يعني نعمل خارج الإمارة ونعمل خارج المدينة يعني فيه طرق كثيرة الآن يا أم سيف تقترحين أنا أقترح عليك بعض الاقتراحات المسألة ليست شرعية بقدر ما هي يعني ترتيب تقترحين على أخوانه أنهم يتفقون يدفعون مبلغ مالي كل واحد يدفع مبلغ مالي وتأتون له بشخص ممرض مثلا أو بشخص يلازمه عام يلازم خاص له يعتني فيه ويرعاه في نفس بيتك أنت ما يطرع عن بيتك هذا الجانب إذا ما استطاعوا ذلك وزارة التنمية ممكن تلجئين لها لعلها إن شاء الله ترشدك إلى ما هو الأفضل يعني مسألتك يا أخت الفاضل أنت تريدين الحل الحل الجانب الشرعي معروف يجب على أخوانه ويجب عليك ويجب على كل من له صلة رحم فيه أن يقف مع هذا الولد وأن يسعوا في إبقاء نفسه المعصوم وأن يحموه من كل ما يهدد حياته وأخلاقه للخطر ولذلك يا أخت الفاضل المسألة تلجئين إلى وزارة التنمية تلجئين إلى بعض الجمعيات مثلا التي ممكن أنها تنظر في المسألة إذا كان إخوانا عاجزين عجز كامل يقول ما عندنا قدرة بهذه الطريقة وصل الله عز وجل للجميع التفاق أبو عبد الله بارك الله فيك يعني بعد ما أخذ هذه الصلاة أعود إليك بإذن الله تفضلي أم عبد الكريم أم عبد الجليل أم عبد الجليل تفضلي يا أختي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته علينا وعليك وعلى جميع المسلمين عندي ثلاثي يا أخي تفضلي يا أختي أنا حاملة في شهر الثامن نعم وصمت يومين من رمضان نعم وثالث يوم يعني تكرم بعدة زواعات وحتي عندهم زواعات وفطرت يعني هذا جيد أكمل صومي لو أترك الصوم إن شاء الله يم عبد الجليل تسمعين الجواب إن شاء الله ومثالي أنا أصلي وما عف أقرأ وأكتب بس أتبع بالقرآن نعم بس أتبع بالقرآن وأقرأ يعني هذا هذا جائز لو ما جائز يا شيخي إن شاء الله يوم عبد الجليل يلا السلام عليكم عليكم السلام فضليا مريم السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله يا شيخي صديقتي من جزك بخير صديقتي عندها ولدات هذه شهرين ستين يوم ولازل عليها النفاس نقطع عشرة أيام وعود أتاها وعود نقطع عليها خمسة أيام وعود أتاها ولكن الحين كملت ستين يوم وما زل لديها إفرازات شكل ديالها كمثل بني كمثل الدورة ولكن شيء قليل هل تصم وتصلي وهي على هذه الحالة أم ماذا تفعل يا شيخ إن شاء الله يا مريم ما يجبك بخير أهلا وسلم مشكور تفضلنا محمد السلام عليكم عليكم السلام الشيخي واحد كان لغني تكريف ويعطي بسالك سوال عنه تفضل أخوي محمد أقول لك يعني يواحد كلبني إيه سوال إيه تفضل فقال الجماع في رمضان يجوز وده يجوز الجماع في نهر رمضان لا في الليل رمضان في الليل في الليل إيه نعم إن شاء الله من بعد صلاة التراوية إن شاء الله مشكور لك مرحبا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله عندي ضعف الأسئلة لو فيك تفضلي يامس عندي دورة شهرية لحظ وقتها يامس نزلت عليها خيوط بنية يعني أنا ناشفة كامل خيوط بنية يعني ما إلى ثوداء أو إلى كدرة خيوط بنية على ذلك كمسي متاعي وكملت صلاة وصح اليوم عم تنزل شوي شوي اليوم اخترت هل نهارتها يامس وفي يامس حيح ولا باطل متى نزل عليك أمس يامس أي يومي أمس طيب بالنسبة لدورتك هذا وقتها هذا وقتها نعم اليوم هي تنزل شوي شوي أهلا يوم خيوط صحيح يامس يامس كانت تنزل علي خيوط بنية معرفت لنهاري صحيح ما زرتش نفطر ما حبتش نفطر إن شاء الله أمت الله أبشر وبغيت نقول لك لو كانت تشرح لي غسلة الأكبر من الحيب إن شاء الله نعم بارك الله فيكم ومسلم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله فضل مصطفى الله عزيز أرحب أخوي الله يسلم عندي سؤالين بعد فضل مصطفى عندي كفارك يمين يجود أنا سعبي بلد آخر أنا مقيم بالإمارات أبغى أدفعها بشارعة بسوريا يجوز كفارك بالإمارات وبالنسبة لكفارك زكاث الفطر يجوز أن سعر للنعطور أو للحارس البنائي وكم مقدارها إن شاء الله يا مصطفى أمت الله مرحبا أخوي طيب نكتفي بهذا القدر الأبو عبد الله بالأمس سأل يقول كنا نصلي العصر يقول فيه يعني شخص جاته ابنتها الصغيرة وقالت له بأن البيت احترق يقول ترك الصلاة وخرج ما الحكم في مثل هذا الحالة أولا أسأل الله تعالى أن يحفظ أهل وبيته الأمر الثاني بارك الله فيك ما دام أنه قطع الصلاة بمثل هذا الأمر فيجب عليه أن يعيد الصلاة الآن هو أبطل صلاة بالذهاب وهذا واجب عليه ولذلك عندنا قاعدة أن الإنسان إذا كان في صلاة الفرض وتعرض هو لخطر أو تعرض آخر لخطر كأن يرى مثلا شخص أعمى يخشى أن يسقط في حفرة أو عقرب أو ثعبان أو طفل يخشى عليه أن يقع في النار أو مثل هذه الحالة شخص الآن احترق به يتوقيل له يجوز إذا استصرخ على مثل هذا الأمر يذهب ويعني يسعف أهله يسعف الآخرين يساهم أو يسهم في قضية إطفاء الحريق وشيء من هذا القبيل لكن بالنسبة للصلاة يجب عليه أن يعيدها من جديد بارك الله فيك بلغه بهذا يعيد الصلاة من جديد بارك الله فيك أبو عبد الله يقول بالنسبة للاستغفار يقول إذا أراد الشخص عمل معين يقول يجلس يستغفر هل هذا مشروع أخي الفاضل بالنسبة للإستغفار عبادة جليلة وعظيمة الاستغفار سبب من أسباب تكفير الذنوب والسيئات الاستغفار سبب من أسباب تقوية القلب الاستغفار سبب من أسباب شراح الصدر الاستغفار سبب من أسباب هو عبادة بذاته شعار للمؤمنين وشعار حتى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام نوح ماذا كان يقول لقوم فقلت استغفر ربكم إنه كان غفار لذلك يا أخي الفاضل ينبغي للإنسان أن يكثر من الاستغفار يكثر من الاستغفار يكثر من التسبيح لأن الله تعالى أمر بذلك لكن إذا هو أراد أن يقدم على شيء لا يستخير ما يستغفر يعني الآن هو يريد أن يقدم على شيء متردد فيه يستخير يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إنك إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه خير لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجل فيسره لي ويسرني له واكتب لي الخير حيث كان وإن كان هذا الأمر يسميه شر لي في ديني وفي دنياي وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واكتب لي الخير حيث كان ثم رذني به ويمضي في هذا الأمر تقول لا أنا أقصد بأن شخص يريد يرغب في حاجة معينة فيستغفر لأجلها لا يدعو الله عز وجل هذا ليس محل والاستغفار هذا مثلا تقول اللهم ارزقني بيتا اللهم ارزقني سيارة اللهم ارزقني زوجة صالحة اللهم ارزقني نجاح في التجارة وربح مثلا يعني يدعو الله الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان اما الاستغفار فهو مثل ما ذكرت لك عبادة عظيمة جليلة النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الاستغفار مع ان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ايضا يستغفر العبد من الذنوب والآثام والخطايا وكثرت الاستغفار مثل ما ذكرت لك سبب من اسباب قوة القلب وزيادة الايمان باذن الله ام عبد الجليل بارك الله فيها تسأل تقول بانها حامل في الشهر الثامن صامت يومين وفي اليوم الثالث افطرت بسبب انها ما استطاعت يعني بدأت تراجع وتتقي او شيء من هذا القبيل تقول ما الحكم وم عبد الجليل الله يرضى عليك ويتقبل منك بالنسبة للمرأة الحامل المرأة المرضع المريض هؤلاء كلهم يباح لهم الفطر يجوز لهم ويرخص لهم الفطر في نهار رمضان ويقضون بعد ذلك فالله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالمريض والمسافر يقضيان بعد رمضان ولذلك الحامل احيانا ما تتحمل الصوم تحتاج الى الطعام والشراب وتحتاج الى الغذاء ولذلك بارك الله فيك ورضي عنك تفطرين لا ترهيقين نفسك خاصة وانك في الشهر الثامن بعض النساء ما تتحمل ما تتحمل الصوم تفطرين الحمد لله وليس عليك ذنب ولا خطيئة بل الشريعة رخصت لك ذلك والحمد لله ثم بعد رمضان بعد ما ينتهي العيد تقضين هذه الايام او بعد ما تضعين طبعا الحمل وينتهي فترة النفاس تقضين هذه الايام التي افطرتها في رمضان ام عبدالجليل تقول انا امرأة ما عدف اقرأ ولا اكتب لكنني اضع اصبعي على القرآن واتتبع هل هذا مشروع اخت الفاضل الا ادلك على خير من ذلك شيء طيب و جميل انك تفتحين المصحف لكن ما تعرفين تقرأين فلما تضعين اصبعك هنا وهنا يعني ما الفائدة ادلك على ما تكسبين فيه الاجر والثواب وهو انك تستمعين للقرآن سماع عبادة وسماع تأله وتنسك وتقرب الى الله عز وجل اما ان تأتين باحد اولادك تقول الله اقرأ عليه فيقرأ عليك يوميا الولد او البنت مثلا يقرأ عليك وانت تستمعين انت تؤجرين والولد يؤجر اذا ما عندك اولاد تقول ان اولاد صغار او شيء ممكن تسمعين الى القرآن من خلال الاذاعة او من خلال الاقراص او من خلال الاشرطة مثلا تستمعين اليها وانت تنوين التقرب الى الله بهذا السماع للقرآن تؤجرين على ذلك بارك الله فيك لكن يعني فتح المصحف هكذا فقط وانت ما تعرفين ما القراءة والكتاب وضع أسبوعك بهذا الطريقة هذا غير نافع يا اخت الفاض بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتقبل منك مريم من ايطاليا تقول بان يعني صديقتها جاءتها الدورة من شهرين وانقطعت عشرة ايام اظن قالت يعني وكأنها ولدت و نعم يقول استمرت ستين يوم تقول انقطعت عشرة ايام ثم عادت وما زالت الافرازات البنية تسأل من من جهة الصوم تقول ما الحكم مريم الله يرضى عليك يبارك فيك اولا بالنسبة للنفاس اذا كنت تسألين عن النفاس النفاس لا حد لأقله دم النفاس سببه ايش الولادة دم النفاس غير الحيض دم النفاس سببه الولادة واما دم الحيض فهو دم طبيعة وجبلة وعادة مشهور يعني عند النساء شهريا تنزل عليها الدورة الشهرية دم النفاس سببه الولادة و لذلك لا حد لأقله فالمرأة قد ينزل عليها الدم في النفاس اسبوع او عشرين يوم او عشر ايام او ثلاثين او خمسة وثلاثين او أربعين لك عندنا مسألة مطروحة عند اهل العلم ما هو اقصى مدة للنفاس فجمهور الفقه على انها اربعين يوم وبعض الفقه يقولوا لا لان الله تعالى علق الاحكام بوجود الدم فمتى ما وجد الدم متصل لم ينقطع ولم يظهر اثر للطهارة فانه تبقى ولو بلغ ستين يوم وهذا قول معروف عند بعض المذاهب في قول اخر فيه عفوا مسألة اخرى انت ذكرت بانه انقطع يعني الان مثلا الدم لما انقطع وظهر الطهر خلاص ما ما ينزل من الدم بعد ذلك انما هو من من يحسب من العادة الشهرية يعني الان افترض امرأة الدم نزل عليها مدة اربعين يوم او خمسين يوم مثلا ثم انقطع رأت الطهر بعد يوم او يومين رجع لها هذا الذي رجع من العادة وليس من دم النفاس عادة هذا هذا الطهر هذا الطهر مدام انه جاء بعد الطهر فدائما كما قالت ام معاطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا فاذا طهرت ثم نزلت عليها الاشياء البنية او الكدرة او الصفرة هذه او الخيوط او هذه اخت الفاضلة طهارة هذه تعتبر هي طاهر في مثل هذه الحالة ولذلك تصوم وتصلي بارك الله فيك الاخ محمد بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم الجماع في ليلة رمضان اخي الفاضل الجماع مباح في ليل رمضان فالله جل وعلا حرم الجماع في نهار رمضان فقط قل جل وعلا احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتابع عليكم وعافى عنكم فالآن باشروا هن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل ولذلك يجوز للانسان طبعا بمجرد غروب الشمس يباح للانسان كل ما هو ممنوع عنه في نهار رمضان من المباحات طبعا الاكل والشرب والجماع بارك الله فيك خبر صاحبك بان الجماع في ليل رمضان مباح ولله الحمد امث الله من الجزائر تسأل تقول بالنسبة للدورة الشهرية تقول يعني نزلت عليها خيوط بنية بالامس تقول وهي بداية العادة تأتي بالتدرج اخت الفاضلة بارك الله فيك اي اوجاع للدورة وينزل معها خيوط او افرازات وانت تعرفين بان هذه متصلة بالدورة تأتي شيئا فشيئا فهذه من الدورة بارك الله فيك فانت لا تصلين ولا تصومين وتقضين هذا اليوم ولا تقضين الصلاة تقضين الصيام ولا تقضين الصلاة بارك الله فيك انت الان ذكرتي صورة مسألتك انك الان نزلت عليك خيوط بنية كدرة يعني كدرة وهذه بحسب معرفتك انت وانت ادرى بحالتك تنزل بعدها العادة بتدرج يعني مباشرة تأتي متصلة بالعادة هذه من العادة بارك الله فيك هذه من الدورة الشهرية تمتنعين عن الصوم والصلاة وتقضين الصوم ولا تقضين الصلاة بارك الله فيك تفضلوا نعم يلا يلا امت الله تسأل تقول بالنسبة تريد شرح الاغتسال الاكبر من الحيض اخت الفاضلة بارك الله فيك عندنا الغسل على نوعين غسل مجزء وغسل مسنون هذا الغسل الواجب طبعا الغسل المجزء ان يغتسل الانسان غسلا عاديا بحيث يفيض الماء على بدنه كاملا هذا يسمى الغسل المجزء بحيث لا يترك شيء من بدنه هذا للجنب وللمرأة الحائق هذا يسمى وللنفسة ايضا الغسل المسنون هو الذي يتقدمه وضوء مثل وضوء الصلاة فاذا انت تريدين الغسل المسنون طبعا بعدما تتطهرين وتنظفين المحل تبدئين تتوضئين وضوء وضوء الصلاة كأنك تتوضئين للصلاة ثم بعد ذلك تحثين الماء على رأسك ثلاث حثيات بحيث يبلغ الماء وصول الشعر مثل ما يقولون فروة الرأس لابد حتى لأن تحت كل شعر جنابه كما يقول الفقهاء ثم بعد ذلك غسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر ثم إفاضة الماء مرة ثالثة وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيام في تنعوله وفي ترجله وفي طهوره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام هذا هو الغسل بارك الله فيك المسنون ويتعاهد الإنسان طبعا المواطن التي ربما لا يصلها الماء يتعاهدها بالماء كالإبطين وباطن السرة وأيضا باطن الركبة من الخلف هذا كله يتعاهده الإنسان أثناء الإغتسال طيب أخي مصطفى عندي فاصل قصير إن شاء الله بعد الفاصل أبدأ بالإجابة على أسئلتك انتظروني بعد هذا الفاصل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فتاوى برعاية جمعية الشارقة التعاونية تبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أحياكم الله من جديد الأخ مصطفى بارك الله فيه يسأل يقول علي كفارة يمين هل يجوز أن أبعثها إلى يعني بلدي الأصلي في سوريا وأنا أعيش في الإمارات الجواب نعم يجوز لك أن تبعث كفارة اليمين إلى أهلك في سوريا من المحتاجين أو المهجرين مثلا يجوز يجوز حتى زكاة المال إذا عندك زكاة المال ما في بأس لو بعدتها إلى أهلك هناك وذلك للحالة التي يعيشونها مصطفى أيضا يسأل عن زكاة الفطر يقول هل يجوز أن أعطيها الناطور وكم مقدارها أولا أخي الفاضل زكاة الفطر تعطى للفقراء زكاة الفطر تعطى للفقراء فالناطور هل هو فقير ليس كل ناطور فقير يا أخي الفاضل فتأكد من حالته وليس كل عامل فقير وليس كل خادمة فقيرة تنبهوا لهذا فإذا كان تبين لكم بأنه فعلا فقراء ومحتاجين أعطوهم ما في بأس فتعطى للفقير أما المقدار فصاع والصاع محل خلاب بين أهل العلم والذي يظهر بأنه كيلوين ونصف مثلا كيلوين ونصف أو ثلاثة إلا ربع وبعض العلم يجعله دون ذلك يقول كيلوين وتقريبا وربع مثلا بعض الفقه يقول هكذا ربع أو يزيد ولذلك خليها كيلوين ونصف بارك الله فيك من طعام أهل البلد من الرز أو غير تفضلوا تفضل يا إكرام السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام رحمة الله سؤالي عن دعاء القنوة يا شيخ في وصرة التراويح اخفض التلفزيون يا إكرام الله يرضى عليك اسمعيني من الهاتف فضلي متى يصح دعاء القنوة يعني ممكن أدعوه في أوائل الركعات من صرات التراويح أو في وسط رمضان أو في آخر رمضان يعني أوائل رمضان نعم وسؤال الثاني عندي بنت عمي يعني هي تصلي وتصعوم الحمد لله تدعو الله لكنها تقول أن الله لا يستجيب لدعائها الله يخلك يا شيخ أنصحها إن شاء الله وعندي كذلك سؤال ثالث أنا عندي لفت الصلاة عندك ماذا؟ ملابس للصلاة عفوا أعيدي أعيدي لباس للصلاة لباس؟ نعم للصلاة أيها هو في الأول أنا ما كنت أعتقد أنه شفاف لكن اليوم لحظت أنه شفاف كنت أصلي به دون أن أعلم يعني الصلاة تجلس أم لا؟ شاء الله يا أكرم شكرا يا شيخ برك الله فيكم أهلا وسهلا بالفضل يا أحمد السلام عليك الشيخ السلام ورحمة الله كيف الصحة؟ الحمد لله الفضل لله قلت أمرك أنا أدن الفجر وكان أشرب نشيت مرقات يعني إلا أني صح وأنا أشرب يعني قباولة متعمد؟ لا لا ما متعمد نشيت مرقات أجل منفاجئ يعني راقل كنت شربته والأذان يأذن نعم يأذن في أول ولا آخر أول ما يأذن بالنص أنا ما متنسى راقل ما ننسى ما منتبه لأذن والله هذا اليوم السؤال هذا كثرة اليوم غريبة يعني كل الناس اليوم نعم كثرة نعم سلطان تراش نسوي بعد يلا يعين طيب يا أحمد الله أرك الله يا شيخ مرحبا فضل أبو صالح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمن المقبولة ورحمة الشيخ من منتزاك الله خير طيب لي عمرك بالنسبة للمغم الله في رمضان أي يعني أني تفطر يعني عندما الإنسان يوضي صلاة الفقر أو الظهر أو العاصر هذا السؤالي الأول أيوة السؤال الثاني الله يحفظك عندما عدا بين المسجد وفيه باقي بكائق بسيطة من الإعلان فصليت أنا تحييت المسجد الركعة الأولى والركعة الثانية أنا في التحييات أذن هل أكتفي يعني تعتبر قدي سنة هيئة المسجد سنة الظهر أو لازم أدري في ركعتين أخرى إن شاء الله يبو صالح الله يحفظكم إن شاء الله مرحبا مرحبا فضل يا مونة مونة السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام رحمة الله عند سعالين يا شيخ فضلي أنا أروح من قرية أشتغل فيها وأروح متأخرة عن صلاة التراويح هل جائز لها ده أصلي الإشاء والتراويح أو لا تشتغلين في قرية يا في بيتين ثنين بيوت أشتغل فيها أروح متأخرة لأن بيت لقى صلت الإشاء والتراويح أصلي الإشاء والتراويح ماذا أصلي إيها جائز أو لا ومتى تصليين الإشاء أصلي لما أروح لما ترجعينها يا لما أرجع للبيت أصلي الإشاء لقى صلت لنفس التراويح طيب السؤال الثاني السؤال الثاني عندي بنتي عدى اليوم عليها الفجر ويتأكل بعدين تفلا وقاما هل صيامها جائز أو لا كانت تأكل يو وبعدين إيش حصل أذن المؤذن أيوة أذن المؤذن أول إذن ويتأكل بعدين تفلا لأكل من تمها وقاما طيب الأذان الثاني مش الأول إلا الأول حينا عندنا أذان واحد بس للفجر ها أذان واحد بس أيوة إن شاء الله يا مونة جزاك الله خير يا شيخ مرحب أختي تفضل يمان والرحمة عليكم عليكم السلام ورحمة الله بس لك أهلا وسهلا أخي الله بارسي أخي أنا مقيم بتركيا وفي المقيمة يعني اللي مقيم أنا فيها يفلوا ثلاثة التراويح أربع ركعات أربع ركعات أيوة ارفع الصوت يا يمان لو سمحت أخو يمان ارفع الصوت لو تكرم مرحب أخي تفضل شخص أقول المدينة اللي أنا مقيم فيها بتركيا أي جهد مصالات التراويح في مشكلة واضحة لأتصال تفضل يا ضوحة السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله بس عندي أربعة إلى بدون زحمة بس أربعة تفضلي السؤال إذا آنح تشكت على أحد ويهن نفتي هل يعتبر غيبة إن شاء الله طيب السؤال الثاني إذا أخوي عندي أخوي يصوم بس ما يصلي يقول وفترك الصيام يقول إذا آنح ما أصوم إذا ما أصلي ليش أصوم أمي قال لك لا يجوز أنه أنت تصوم بس ما تصلي بس المهم يصوم بس هو ما يقبل يعني الآن يصوم وما يصلي هو الآن يصوم وما يصلي إيه وكان أول يصلي وما يصوم ولا كيف كان بالبداية يصوم ويصلي وبعدين هل سا قبل هل سا فاير يعني ما يصلي بس يصوم وش حجته بس يقول الله من يهديني أنه أنا يلا أصلي الله يهديه يا رب السؤال الثالث السؤال الثالث أختي جتي من المتحان قالت راح يمكن راح أفطر أمي قالت لها إذا هل تقول بمعنات أنه ممكن ويت في الفطر ففطرتي صحيح طيب بس هي ما فطرت طيب أخيف بس أنا يعني مقربة امتحاناتي وما أدري شبية صايرة يعني ما أقرأ وشنت يعني ونفسي كلش تعبان ويعني شا سوي يا شخص يعني أنا شنت أقرأ وشنت كلش يعني زين أجاوبها بس هسا صايرة ألزم الكتاب ما أقدر أقرأ وشسأ وإن شاء الله تدعي لي يا شخص إن شاء الله يحفظك يا ضوحى وتسمعين إن شاء الله التوجيه والنصيحة ها خلصنا شكرا مرحبا ها ما أسمع أي طيب أرجع إلى الأسئلة أخت إكرام من الجزائر تسأل عن دعاء القنوط تقول متى يكون دعاء القنوط أخت الفاضلة النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي دعاء القنوط اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عفيت وتولني في من توليت وبارك لي في ما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت أنك تقضي ولا يقضى عليك أنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يقوله في منتصف رمضان يعني من خمسة عشر رمضان إلى آخر رمضان يقول هذا الدعاء لكن هذا ما يمنع أن الناس يدعون الله عز وجل من أول رمضان ونحن أهل الإسلام بأمس الحاجة إلى الدعاء فلو الإنسان دعى من أول رمضان ما في حرج لو دعى من أول رمضان ما في حرج ولو دعى من أول رمضان وترك يدعو لي لو يترك مثلا هذا كله مشروع وجاعز ولله الحمد والمن إكرام تقول عندي بنت عمي تصلي وتصوم و تقول بأنها دائما تقول بأن الله لا يستجيب لي تقول تريد نصيحة يعني تقول بأن الله لا يستجيب دعائي يا إكرام بارك الله فيك وجهي بنت عمك إلى أن تتق الله و أن تتوب إلى الله عز وجل من هذا الكلام الذي تفوهت به لماذا؟ لأنها والعياد بالله عاصية لله و الله جل وعلا ماذا يقول يقول و قال ربكم ادعوني أستجب لكم قل جل وعلا و إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي و ليؤمنوا بي لعلهم يرشدون و النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء هو العبادة و لذلك لا يجوز مثل هذا الكلام ما من أحد يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله له و هذه الاستجابة إما أن تكون ماثلة أمامه الآن يشوف دعا الله في شيء فاستجاب الله له و إما أن يؤجلها الله عز وجل لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله عز وجل لأنه لو استجاب الله له في هذه اللحظة قد يكون شر لهذا الإنسان لا يصلح له هذه الاستجابة في هذا الظرف الزماني أو المكاني فالله حكيم جل وعلا له الحكمة البالغة و لذلك قد يؤخر الله عز وجل للإنسان إجابة الدعاء و يبقى الإنسان متعلق متعلق يعني عنده أمل بالله عز وجل الأمر الآخر قد يدخر الله عز وجل لعبده و لأمته قد يدخر لهم أجر هذا الدعاء يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم و لذلك الإنسان يتمنى ما في أحد يوم القيامة إلا و يتمنى أن الله تعالى استجاب كل أدعية يوم القيامة لماذا خلاص حياة أبدية سرمدية الأمر الثالث أن الله عز وجل قد يصرف عنها من السوء في مقابل هذا الدعاء الذي طلبته يصرف الله عنها شيء آخر يصرف الله عنها شيء آخر يعني الآن أسألك يا أختي إكرام و قولي لها لو سألت الله عز وجل النجاح في الدراسة فصرف الله عنها مهلكة مهلكة أيهما أفضل عندها تنجح في الدراسة أم لا تموت تنجح في الدراسة أم لا تتعرض لآفة و تتعرض لإعاقة و تتعرض لشر شتان و لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا و هو الصادق المصدوق أنه ما في أحد يدعو الله عز وجل إلا و يستجيب الله له و الاستجابة على ثلاثة أنواع إما أن يستجيب الله له حالا أو مآلا و إما أن يدفع الله عنه من الشر في مقابل هذه الدعوة شر عظيم يدفع الله عز وجل عنه و إما أن يدخر له من الخير مثله يوم القيامة يدخر له من الخير مثله يوم القيامة و الأمر الآخر المؤمن يحسن الظن بالله و المنافق يسيء الظن بالله و لذلك قال تعالى ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم هذا المنافقين و العياد بالله أما المؤمن فهو يحسن الظن بالله جل و عال و من إحسان الظن أننا نتيقن في قرارة أنفسنا أن الله يستجيب دعاءنا هذا من إحسان الظن بالله و النبي عليه الصلاة و السلام يقول من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة و يقول النبي عليه الصلاة و السلام قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء أنا عند ظن عبدي بي فإذا ظننت بالله خيرا فالله عز وجل سيعطيك الخير أنا عند ظن عبدي بي و من ظن بالله السوء و العياد بالله عليه دائرة السوء و الله عز وجل سيسلط عليه و لذلك لا يجوز للمسلم أن يعيش هذا الإحباط و هذا اليأس و هذا القنوط المؤمن دائما صاحب فأل عنده فأل عظيم عنده ثقة بربه جل وعلا ولذلك أحيانا بعض الأشياء تتأخر يعني إنسان يدعو الله عز وجل دعاء فيستجيب الله له بعد أربعين سنة أو بعد ثلاثين سنة أو بعد عشر سنوات لماذا لحكم بالغ لا يعلمها إلا الله كثير من الناس تعجلوا الدعاء فاستجاب الله لهم فأصبحت هذه النعمة التي أذاقهم الله إياها وبال عليه هم استعجلوا ذلك وهم الذين رغبوا في ذلك وبال عليه ولذلك لله الحكمة البالغة في تأخير الإجابة لا يسأل ربنا عما يفعل ويجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه أن يحسن الظن بربه أحيانا الآن في حياتنا أشياء كثيرة جدا ما نعلمها ما نعلمها قدر الله عز وجل علينا مقادير كثيرة وأشياء كثيرة يصرف الله عنا عز وجل الشر ويعطينا الخير ونحن لا ندري يعني الآن بعض الناس يدعو الله يريد الرزق الحلال يريد مال فيعطيها الله زوجة صالحة يعوضها الله عز وجل لأن المال ما يصرح له يصرح لغيره بعض الناس الآن يتمنى وظيفة عالية فالله عز وجل يعطيها أولاد صالحين أو يرزقه بيتا مثلا لأن الوظيفة هذه العالية ما تصرح له لأن ربما إذا وصل إلى هذا المرحلة تكبر وضغى وعتها مثلا بعض الناس يسأل الله شيء فيعطيه الله شيء آخر وللأسف الشريء لبعض الناس ما يتلمس هذه الأشياء التي عندها الآن لو بنت عمك هذه جلست تحسب النعم التي عليه والله ما انتهت نعم الله عليها ظاهرة وباطنة فذكريها بهذا بارك الله فيك إكرام تقول يعني لباس الصلاة كنت اللي ألبسه خفيف وما كنت أدري الآن تنبهت هل عليه شيء ما عليك شيء مدام تجهلين هذا الأمر وأخطأتي فيه الآن الآن تحسنين لباس الصلاة بارك الله فيك وما مضى مضى ولله الحمد ولكن انتبهي في الأيام المستقبلة أحمد من دبا يقول بأنه عند أذان الفجر يقول استيقظت فشربت عند أول الأذان يقول يعني قمت متأخر وفزع وما هذا فما عليك شيء إذا كان مع أول الأذان أما إذا كان يا أحمد في آخر الأذان الله يعينك على القضاء لأنك سمعت الأذان أما في أول الأذان فإن أغلب المؤذنين يحتاطون بدقيقتين أو دقيقة فلما يشرب الإنسان في أوله إن شاء الله يكون قد شرب قبل طلوع الفجر الصادق بارك الله فيك لكن مستقبل أن تحتاط يا أحمد أبو صالح بارك الله فيه يقول المضمضة في رمضان تفطر ما تفطر الله يرضى عليك المضمضة واجبا واجبات الوضوء والغسل المضمضة والاستنشاق ولذلك ننتمضبض نحن أثناء الصيام والعلماء يقولون ما يبقى من أثر المضمضة على اللسان وفي الفم هذا معفو عنه يعني بقية الماء والرطوبة التي في الفم من أثر المضمضة هذا مما عفى الله عز وجل عنها أما الاستنشاق فلا يبالغ الإنسان في وقت الصيام أما في غير الصيام فمن السنة أن يبالغ في الاستنشاق لقول النبي عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما لأن الإنسان لما يستنشق ما يتحكم بالماء الذي ربما دخل من الأنف إلى الجوف ولذلك يستنشق استنشاق طبيعي ما يوصل إلى الخياشيم لا إلى منطقة الأنف فقط ولذلك المضمضة ما تفطر يا أبو صالح أبو صالح يقول أنا لما جلست أصلي تحية المسجد وسنة الظهر وقيمة الصلاة يقول يعني هل أعيد هذا أم ماذا أخي أبو صالح الله يرضى عليك أنا دائما أنبه اللي يدخل المسجد يريد يصلي تحية المسجد ويصلي سنة الظهر القبلية ما في داعي يجيب تحية المسجد ثم يجيب سنة الظهر القبلية ركعتين وسنة الظهر القبلية ركعتين الأخرين لا ما في داعي لما تدخل وتصلي سنة الظهر القبلية الراتبة هذه عوضتك عن تحية المسجد دخلت تحية المسجد فيها بمعنى تصلي أربع ركعات قبل الظهر ركعتين ركعتين فما في حاجة تقول أبغى أقضي بعدين ولذلك أخي الفاضل ما تصلي ست ركعات قبل الظهر تقول تحية المسجد ركعتين وركعتين وركعتين لا تصلي أربع ركعات فقط بارك الله فيك على العموم لو قدر بأنك صليت ركعتين وأقيمت الصلاة إذا كنت في آخر ركعتين كملها أما إذا كنت في أول ركعتين لا اقطعها وادخل مع الجماعة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة منى من السعودية تقول بأنها تذهب تشتغل في قرية وتأتي متأخرة تقول والناس قد خرجوا من صلاة التراويح تقول ما العمل كيف أصلي العشاء والتراويح منى أسأل الله أن يعينك أسأل الله تعالى أن يرزقك الرزق الحلال الطيب أسأل الله تعالى أن يتقبل عملك أخت الفاضل أنت ما لك علاقة في المسجد ما لك علاقة أبدا في المسجد لا صلاة الفرض ولا التراويح أنت مدام تشتغلين أنت في أجر وفي عبادة تكتسبين لنفسك و لأولادك و بناتك إذا رجعت البيت أول شيء تسوينا بعد ما تتوضعين تصلينا العشاء لأن هذا حق الله هذا الذي يطالبك به الله الفرض ثم بعد ذلك إذا وجدت نفسك نشيطة و ما شاء الله عندك قدرة على تصلينا 11 ركعة صلي 11 ركعة تقول لا والله مرهقة و متعبة و مجهدة و يمكن ما أستطيع ولا أخشع صلي ثلاث ركعتين طبعا بعد ما تصلي سنة العشاء البعدية صلي بعد ركعتين و أوتري بركعة و الحمد لله تكونين قد قمت الليل و لله الحمد و المن تقول لا والله أنا عندي قدرة الحمد لله برغبة صلي 11 ركعة و أوتري و أقنطي و ما لك علاقة في مسجد لا تنظرين إلى صلاة الجماعة في المسجد الرجال لوحدهم و حتى الحريم لو راح يصلموا في المسجد أنت ما لك علاقة أنت عندك وظيفة و عمل و شغل تأتي متأخرة صلاتك في بيتك بارك الله فيك من تقول بأن بناتها اليوم في الصلاة في السحور يأكلنا ثم سمعنا الأذان تقول فأخرجوا الأكل من الفم ما الحكم ما في شيء صومهم صحيح و لله الحمد و لو كملوا الأكلة يأختمونها كملوها ما عليهم شيء فالنبي عليه الصلاة و السلام يقول إذا إذا سمع أحدكم الأذان و كان في يدي إذا كان في يدي أحدكم الإناء إذا كان في يدي أحدكم الإناء ثم سمع المؤذن فليكمل يعني شخص الآن رفع الكوب يبغى يشرب موية و سمع المؤذن يكمل يشرب إذا واحد الآن في فمه لقمة قاعد يمضغها و سمع المؤذن يمضغها و يبلعها ما علي شيء هذا قول النبي عليه الصلاة و السلام لكن واحد الكوب على المائدة ثم سمع المؤذن و خطف الكوب ليشرب نقول له لا إلا إذا كان المؤذن يقدم الأذان دقيقتين مثل ما قلنا لحمد من دبة قبل شوي مثلا عندنا يقدمون شوي فيجوز بشكل سريع و بعدين يا أخواني الله يرضى عليكم يا أخواتي يعني مثل ما يقولون يعني خلاص يعني ضاقت إلا هذا الوقت يعني عندكم الآن ساعات يجي بعض الناس يضيق على عمره و على نفسه و يدخل نفسه في حرج تأكلون و تشربون الليل طويل و لله الحمد و الإنسان يهتم بالعبادة و يهتم بالطاعة طاعة الصيام ضحى من العراق بارك الله فيها تقول إذا أنا تكلمت على أحد في نفسي هل يكون غيبة أخت الفاضلة حديث النفس اللي ما ينطق به اللسان و لا يعمل الإنسان بالأركان فإنه معفون عنه لقول النبي عليه الصلاة و السلام إن الله تجاوز لي عن أمة ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل فإذا كان والله الغيبة في نفسك داخل نفسك فقد جاء على بالك كذا فإنك ما تحاسبين عليها إلا إذا تكلمت فإذا تكلمت حسبت عليك و لكن لا يجوز للإنسان أن يجعل هذا ديدا له و و عادة لأن أحيانا في أمراض في القلوب مثل الحسد و الحقد و الكراهية قد يكون منها الغيبة فإذا كان دائما الإنسان في نفسه يغتاب و يتحدث في هذا الشيء قد يصل العذب و يوصله إلى يعني ذنب الكراهية و ذنب الحقد و غير ذلك فتنبهي لهذا بارك الله فيك و اخت ضوحة انتهى وقتها البرنامج خلاص بقي لك ثلاث أسئلة إن شاء الله غدا في أول اللقاء سأجيب و أستفتح البرنامج بالإجابة عليها بإذن الله أشكركم على المتابعة أشكر طاقم البرنامج على جهوده ألتقيكم على خير بحول الله و قوته غدا و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر و أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم و لعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أو يأخذهم في تقلبهم ترجمة نانسي قنقر